عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتماعا مع رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة حيث بحث تطورات العمل الجاري في عدد من المشروعات القومية كما التقى الرئيس السيسي كلا من وزير الخارجية ومستشار الرئيس الإيرتري وتسلم الرئيس السيسي رسالة خطية من نظيره الإيرتري تضمنت الإعرابة عن تطلع إيرتريا لتطوير العلاقات الثنائية كما التقى السيد الرئيس وزير الخارجية التركي هاكان فيدان حيث شدد على الأهمية القصوى للجهود الدولية المنصقة لأنهاء وطأة المعاناة الإنسانية التي يتعرض لها أبناء الشعب الفلسطيني في غزة استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي السيد هاكان فيدان وزير الخارجية التركية بحضور السيد سامح شكري وزير الخارجية واللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة اللقاء تناول التباحث بشأن مجمل تطورات التعاون الثنائي بين البلدين حيث تم الإعراب عن التقدير للتطورات الإيجابية التي تشهدها العلاقات المصرية التركية والتي تتم في إطار من الاحترام المتبادل والمصلحة المشتركة مع تأكيد أهمية مواصلة العمل من أجل دفع مصاري العلاقات بين البلدين والانتقال لمرحلة جديدة خلال الفترة المقبلة فضلا عن استمرار الخطوات المتبادلة والبناء على التقدم الملموس في سبيل تفعيل مختلف آليات التعاون الثنائي من ناحية أخرى تم تبادل وجهة النظر بشأن التصعيد العسكري المتسارع في قطع غزة حيث تم التوافق حول الخطورة البالغة للوضع الراهن وتهديده لاستقرار وأمن المنطقة مما يتطلب تكثيف الجهود الدولية للعمل على الوقف الفوري للعنف واستعادة التهدئة واتخاذ إجراءات فورية وفعالة لحماية المدنيين ومنع تعريضهم لمخاطر القتل والتشريد والضمار في هذا السياق أعرب الجانبان عن القلق البالغ نتيجة ترد الأوضاع الإنسانية في قطع غزة مع تأكيد ضرورة توفير النفاذ الآمن والعاجل للمساعدات الإنسانية إلى أهالي القطاع وعدم تعريضهم لسياسات العقاب الجماعي من حصار وتجويع أو تهجير وثمن وزير الخارجية التركي في هذا الصدد دور مصر في تنسيق وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية والإغاثية من جميع الدول والمنظمات الدولية المعنية إلى الشعب الفلسطيني في قطاع غزة في حين شدد السيد الرئيس على الأهمية القصوى للجهود الدولية المنسقة لإنهاء وطأة المعاناة الإنسانية المتفاقمة التي يتعرض لها أبناء الشعب الفلسطيني في غزة وأضاف المتحدث الرسمي أن الجانبين أكد أهمية الدفع كذلك نحو الحل الجذري والدائم للأوضاع الراهنة المتأزمة من خلال العمل على التسوية العادلة والشاملة للقضية الفلسطينية وهو ما يستوجب من كافة الأطراف دعم التوصل للسلام العادل والشامل القائم على أساس حل الدولتين وفق مرجعيات الشرعية الدولية بما يحفظ الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني ويحقق الأمن لجميع شعوب المنطقة كما استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي السيد عثمان صالح وزير الخارجية الإيرتري والسيد يماني جبر آب مستشار الرئيس الإيرتري للشؤون السياسية وذلك بحضور السيد سامح شكري وزير الخارجية واللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة السيد الرئيس تسلم رسالة خطية من أخيه الرئيس الإيرتري أسياس أفرقي تضمنت الإعراب عن تطلع إيرتريا لتطوير العلاقات الثنائية مع مصر على مختلف الأصعيدة في ضوء ما يربط البلدين من أواصر أخوية خاصة في الوقت الراهن الذي يشهد فيه المحيط الإقليمي العديد من التحديات المتلاحقة مما يتطلب تكثيف التشاور والتنسيق المشترك من جانبه أعرب السيد الرئيس عن تحياته وتقديره للرئيس أفرقي مؤكدا حرص مصر المتبادل على تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين خاصة فيما يتعلق بالتنسيق بشأن قضايا الأمن الإقليمي فضلا عن ترسيق التعاون والمشروعات المشتركة في شتى المجالات التنموية وتنويع وتعزيز أطر التعاون بين البلدين وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء تطرق إلى التباحث حول آخر التطورات الإقليمية ذات الاهتمام المتبادل خاصة فيما يتعلق بملفات القرن الإفريقي والأوضاع في السودان الشقيق حيث تم التوافق على مواصلة المشاورات على مختلف المستويات لمتابعة تلك التطورات تدعيما للأمن والاستقرار في المنطقة كما اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع اللواء أحمد العزازي رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية صرح بأن الاجتماعات ضمن استعراض تطورات العمل الجاري في عدد من المشروعات القومية ومتابعة الإطار الزمني لتنفيذها والانتهاء من إنجازها ترجمة نانسي قنقر